قام وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى المقريف بجولة تفقدية تابعة من خلالها قبول وتسجيل الطلبة والتلاميذ النازحين من المناطق المتضررة شرق البلاد بمدرسة أكاليل للتعليم الخاص بمراقبة التربية والتعليم حي الأندلس اليوم كانت الجولة مع سيد معالي وزير التربية والتعليم والتي كانت ملزمة لتفقد أوضاع الطلبة النازحين بمدارس التعليم الخاص أو التعليم العام فاليوم الزيارة كانت لمراقبة التربية والتعليم حي الأندلس التي احتضنت من خلال مدارسها أكثر من 60 طالب من مدينة درنة والمناطق المتضررة المجاورة لمدينة درنة وأكد لمجريف خلال جولته أن الوزارة ملتزمة بالخطة الدراسية الموضوعة لكافة التراب الليبي عدى 15 بلدية ليبية تضررت مدارسها ستكون محل اهتمام خاص من لجنة الخطة البديلة التي بدأت في وضع تصور لدراسة التلاميذ النازحين مراعاة لظروفهم الصعبة اليوم في زيارتنا لمراقبة التكاليل كان فيه بعض طالب عدد حوالي 30 طالب من منطقة الشرقية من منطقة درنة موجودين من تحقيم بالدراسة فحب وزير التعليم مننا يكد على أنهم موجودين ودرستهم وممورهم كويسة الحمد لله رب العالمين كل الإمكانيات مسخرة للطالب سواء كانوا في المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية ما لدينا فرق أولادنا وبناتنا في ديبيا الحقيب بشكل عام كلها ما لدينا فرق أشكالية المعلم موجود والكتاب موجود والكراسة الموجودة وكل شيء بدن الله متوفر بدن الله تعالى إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بالوزارة أعدت برنامجا للطراب ما بعد الصدمة استهدف تلاميذ وطلاب مراقبات التربية والتعليم بالبلديات المتضررة مما يضمن تهيئتهم نفسيا اشتركوا في القناة